طب خلونا نذهب نروح بقى نتعرف على آخر أخبار المحافظات نتقل بمحافظة الوادي الجديد بدأت الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة وانتصارات حرب أكتوبر المجيدة في سوهاج تم افتتاح مبنى المعامل المركزية بكلية الطب بالجامعة تكلفت 70 مليون جنيه كمان في المينيا تم افتتاح مستشفيات حميات وصدر ملوي نهاية أكتوبر ضمن مبادرة بداية كمان الإسكندرية هتطلق المصابقة السنوية لمتحف أسادات الأحد القادم تفاصيل وأخبار أكتر من محافظات أخرى هنعرفها مع حضراتكم في السياقة ذات تقرير أخبار خدمية كتير شاهدتها المحافظات محافظة الوادي الجديد بدأت الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة وانتصارات حرب أكتوبر الجيدة ويوم الوفاء بمركز الخارجة بحضور كوكبة من المحافظين القدامى ومجموعة من السفراء والمستثمرين والقيادات التنفيذية والشعبية والأهالي وانطلق موكب الزهور من مراكز المحافظة بتحمل شعرات وتراث من كل قرية كما تحمل المشغولات اليدوية والتراثية لبعض القرى وعرضها بالشوارع والميادين وسط حشود غفيرة من الأهالي والطلاب في الشوارع افتتحت جامعة سهاج مبنى المعامل المركزية الخاص بالعلوم الطبية الأساسية لطلاب كلية الطب البشري مع بدء العملية التعليمية والدراسية بأقسام مختلفة وبيأتي إنشاء هذا المبنى وتجهيزه في إطار حرص الجامعة على تقديم التعليم الجامعي لطلاب كلية الطب بجودة عالية بحسب المعيير والاعتماد الأكاديم المحلي والإقليمي والدولي أعلنت محافظة المينيا قرب افتتاح مستشفيات حميات وصدر ملوي بنهاية شهر أكتوبر الجاري وتقدمت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية وبيتم العمل على جهزية المستشفيات للتشغيل وبتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة بداية التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين في المحافظة بتنظم مكتبة الإسكندرية المسابقة السنوية 2024 لمتحف السادات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمناسبة الزكرى الواحدة والخمسين لحرب أكتوبر المجيدة وده يوم الحد المقبل من الساعة 11 صباحا حتى 2 زهرا بقاعة المتحف بالمبنى الرئيسي للمكتبة وبتتضمن المسابقة جولة إرشادية مفصلة داخل المتحف بعدها بيتم عقد المسابقة وبيتم توزيع الجوائز على الفائزين كما تفتح المكتبة أبوابها للجمهور في ذكرى انتصارات أكتوبر يوم الحد 6 أكتوبر من 10 صباحا حتى 2 زهرا دشنة مديرية الصحة بالشرقية حملة لتوعية طلاب المدارس والعملين بها عن وحدات إزابة الجلطات الدماغية بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية نظرا لأن الجلطة الدماغية بتعد سال السبب عالمي في حالات الوفاة والسبب الأول عالميا للشلل في الوقت الحالي بتشهد محافظة أسوان تنفيذ أعمال تركيب الممشى الزجاجي بالمستوى الثالث لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الأديم وبيساهم هذا الممشى في إتاحة الفرصة الكاملة أمام الزائرين والأفواج السياحية ومواطني المحافظة للاستمتاع بالترجل فوق ماجرى نهر النيل مباشرة ومشاهدة اللوحة الفنية السحرة على النيل وبلغت نسبة التنفيذ بالمرحلة الثالثة من المشروع 99% في شمال سينا انطلقت فعليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان في قرى جنوب الشيخ زويد وبيتم تنظيم قافلة متكملة لأهالي قرية الجورة وبتأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية تكملة تهدف لدعم المجتمع وتلبية احتياجات الأسرة في المنطقة كما تهدف القافلة لتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة وتقديم الخدمات الأساسية للأهالي أعلنت محافظة الإسماعيلية انقطاع مياه الشرب في عدد من قرى مركز الإسماعيلية غدا السبت لمدة 15 ساعة بسبب أعمال الصيانة وبيشمل انقطاع مياه الشرب قرى عين غصين الغربية والضبعية الغربية بسبب إيقاف محطة مياه عين غصين الكبرى لإجراء بعض أعمال الصيانة الخاصة بمياه الشرب للحفاظ على جودة المياه شاهدت محافظة قناء تنفيذ جهود الأجهزة المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئيسية بداية جديدة لبناء الإنسان بمركز قوس وشركة مدرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفاد منها 3897 مواطن ونفذت مدرية التموين قوافل بيع السلع الغزائية بأسعار مخفضة مع تلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لـ 90 أسرة بينما نفذت مدرية الشباب والرياضة أنشطة رياضية استفاد منها 365 شاب وفتاة اشتركوا في القناة